موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كم هو صادم أن تخصص صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية افتاحيتها منذ يومين فقط تخصصها لتونس تحت عنوان في تونس تتلاشى آخر آمال الرابع العربي وأفضلها مؤلم أكثر أن تكون خاتمة الافتتاحية الجملة التالية نحتاج إلى فعل المزيد إذا أردنا إنقاذ ديمقراطية تونس لأن السيد سعيد لا يستمع إنه مشغول للغاية في إطفاء آخر آمال الرابع العربي وأفضلها افتتاحية كهذه في الواشنطن بوست إحدى أكبر الصحف الأمريكية وأقدمها الصحيفة التي ساهمت في تشكيل الرأي العام الأمريكي لعقود طويلة واشتهرت بإيثارة قضايا سياسية مهمة في تاريخ أمريكا وربما حتى في العالم أشهرها فضيحة الوتر جيت معروفة الصحيفة تصنف أحد المنابر الإعلامية المؤثرة سياسيا في الولايات المتحدة والعالم كما قلت هذا فضلا عن تقرير مجموعة الأزمات الدولية التي أو الذي أنذر من نقوع اضطرابات اجتماعية لا قدر الله إذا ما تواصل الحال على ما هو عليه من أزمة سياسية واجتماعية خانقة في وضع كهذا ننتظر من الإعلام التونسي أن يقوم بدوره بل واجبه الأخلاق والمجتمع في طرح القضايا الحقيقية وعدم صادمة هوية الناس ودينهم من خلال ما يقدمه من دراما تلفزية أو حتى برمجة منوعاتها في حقيقة ربما كان الأمر سيمر عاديا عند إعلامنا كسابقيه فإعلامنا الطاهر النقي تعود من سنوات يسربيننا في الشهر الفضيل شهر رمضان يسربيننا أولاد مفيدة وأخواتها قلت كان الأمر سيمر عاديا لو لا قرار قناة النهار الجزائرية قرارها بوقف مسلسل حب ملوك هذا الذي يعرض بالتوازي بين قناة النهار الجزائرية وبين قناة حنبالة تونسية خلال شهر رمضان معتذرة قناة النهار عما تسمي لها تضمنه وهو هذا المسلسل من مشاهد وصفت بغير المناسبة وذلك استجابة لقرار سلطة الضبط الجزائرية القرار بعيدا عن الصدمة لأن إعلامنا لم يكتفي بالصدمة تعودنا من شنق المشاهد ذبحانة وعينة شوف فقد نريد أن نسأل من وجهة نظر إعلامية وفنية إلى متى تظل الدراما التلفزيونية موجهة إديولوجيا لاستهداف الوعي وتزييفه وتشويه البناء والأنسجة الثقافية والاجتماعية للمجتمع التونسي المسالم المسلم إلى متى تظل الدراما تسيطر على جانب كبير منها مافيا الفساد والإفساد والرداء في تناول قضايا بالوضع والسطحية التي نشاهدها في بنية الحوار والسيناريو وفي تشكيل العقدة الدرامية للمنتج الفني هل أفلست الدراما التونسية ونصوصها لتلجأ إلى الأدراج السرية البوليس الدولة ولا جهزة المافيا الإقطاعية للثقافة التي تحتكر مصادر تمويل الإنتاج الدرامي لماذا ننتج مسلسلات وأفلام ضد الوعي العام للشعب هذه الأسئلة وغيرها لنا عظيم الشرف والمسؤولية خوض غمار طرحة هي وجملة من الأسئلة ننتحدث حولها مع ضيف إعلامي مطلع بارز وفاعل في المجال الإعلامي زميلنا مقداد مساء النور صحة شريفتك شكراً أهلاً وسهلاً بك أخي حسين وتحية لكل مشاهدي قناة الزيتونة ومرحباً بك مرحباً بكم ضيفاً مبجلاً مرة الثانية في هذا الستوديو بلحصاد 24 لنطرح ونناقش في الحقيقة فلاتونة في الأساس هو فلاتون سياسي لكن عمق وموصيد رئيس جميع أعماق الأعماق السياسة هو هذا البناء المجتمعي الذي تخيطه لنا مسلسلاتنا ودراما التلفزية خلينا سألك بوضوح منذ البداية ما حقيقة هذا الجدل الدائر اليوم حول الدراما الرمضانية وما استدعى تلفزيون النهار الجزائري إلى وقف بث مسلسلنا التونسي هو في نفس الوقت يمرر على حقنا بعد ويازال سيمقدان نعم أول شي اسمح لي أن أقول لك أنت حبيت تصطنف البلاتو متاعك هذا متاع حصاد 24 لقناة الزيتونة بأنه بلاتو سياسي وهذا فيعتقادي يعني غير دقيق أو غير صائب نظراً لأنه إذا كان نحكو على بناء الإنسان مالك بن نبي وصف الثورات الثورات بأن الثورة هي ميلاد وبناء الإنسان الجديد ولا يمكن أن يولد الإنسان الجديد بعيداً عن دائرة الثقافة وبعيداً عن دائرة الوعي وبعيداً عن دائرة المفهوم الحضاري الشام لقضيانا الدولية والإقديمية قطراً وكذا وبالتالي أنت تلامس السياسة السياسة هي الخيط الواضح السياسة هي ما نراه نحن فقط ما نشاهده من أخبار حتى كواليسة تخفى علينا كثيراً الباقي كله هو صميم فعلك هو صميم ما يفعله الإعلام وذلك ليش أحنا مش نطرح اليوم ربما مجموعة من الأسئلة أهمها الجدل نعم الجدل القائم حولها المسلسلات والدرامة نعم الجدل سؤالك والسؤالك ملغم والله 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 والسؤالك ملغم وقبل كل شيء إذا من فككلك سؤالك كلمة الجدل في حد ذاتها هذه ربما أنت تقولها عن حسنية وأنا أتفهم ذلك لكن الجدل هي كلمة مسمومة مش منك أنت لكن أريد لها من خلال استخدامها في المجال الإعلامي خاصة السمعي والبصري يعني أن تكون كلمة هي الكلمة المسمومة اللي تنجم تعدي بها كل شيء نقول لك كيفاش نعم نقول لك أن الآلامة متاعنا في التلفزة والإذاعة جميع القضايا يعطي فيها رأيه إسقاط العلم جريمة واستخفاف وضرب للسيادة الوطنية بركاج جريمة حق عام وذهبت أودت بحياة فتاة في ربيع عمرها كذا كل شيء هو فيه موقف وفيه توصيف واضح حتى إن لم ينغاب الموقف فإن التوصيف واضح لا لبسة بل أنه يكيف الجريمة ويأخذ دور قاضي التحقيق بل أنه الآلامي هو النيابة العمومية وهو القاضي التحقيق وهو القاضي الجلس ويقول لك ذا يستهل أداء ويعطيه العلم لو جاء عنده حبل ربش الله بسهوله أوكي واضح لكن كلمة الجدل متى تستخدم؟ تستخدم كلمة الجدل ولهنا تحية لعبد السلام المسدي الذي تشرفت به قراءتي كتاب له عنوان السياسة وسلطة اللغة يقول عبد السلام المسدي مما يقول في هذا الصدد أنه لم يعد هناك كلام إذا قلناه فإنه يشي بالحياد فنحن جالسين ويقتحم أو تقتحم علينا شخص مجلسنا واحد يقول بينما نحن جلوس بغتنا فلان لأخر يقول أهل علينا لأخر يقول أطل علينا لأخر يقول اقتحم علينا فلان لأخر يقول افجعنا وأقضى مضجعنا فلان وبالتالي فإن اللفظ هو فيه ما يسمى بالتموقع اللغوي التموقع الماكر اللغوي للإعلاميين استخدام كلمة الجدل في كل ما له علاقة بالأخلاق والدين الأخلاق والدين أعمل اللي تحب أنت مش نصنفك جدل أعمل دعارة أعمل فسق أضرب رمضان أضرب براءة صورة صورة براءة صورة التوبة وما أدراك جات من غير بسم الله الرحمن الرحيم لما فيها من أمر جلل وعظيم هذه الصورة تتحول إلى مسلسل مارق أمام عيونينا شكون يحمي الحاضنة اللي تحمي مش تسمع أنت توا الإذاعات النهر الكل وهي تستضيف الحثالة التي تعبي الشاشة تستضيفهم فردا فردا ومش يحكيوا على نجاحهم الدراما وكذا النجوم النجوم طبعا النجوم اللغة ذيك الكل اليوم معنا كذا بش يحكي لنا على نجاحوا في الدولة فلانية نجاحوا نجاحوا في الفرش إمرأة مع رجل مع كواليف يعني مع كواليف كلمة إنجليزية كواليف كواليف نعم كواليف قاعدين وتعطي فيه في بعض المقويات البدنية هذا يسمى عنا فن وهذا يسمى إبداع ويقولونها يعطيك الصحة الجرأة عجبتنا وصفافة رجلك فرحانة أبيك ولباس والله العائلة والحمد لله والمرضية ربي وفقني ربي وفقني وفقني نعم الأهلين بش يتلف عليك بش بيخليكش أنت يا مسلم يا مؤمن يا لي مزالت فيك جرام رجولية أنت تتكلم في هذا الموضوع أثارت جدل جدل يعني أنا راني محايد حياده هو سيف قاطعة ضاربة ليش لكل ما عنده علاقة بالأخلاق لما تتكلم في الأخلاق الكسوري المكسورة وأخواتها المكسورات كلهم المجرورات كلهم أذوق بش يقولونك يقول لك أخلاقوي إذن لا يوجد هناك حاجة اسم أخلاق كل ما كلام بشأن الأخلاق هو أخلاقوي باللهي وبعد إذنك سمحني أخوة حسين حتى لا أكون هنا يعني خطر هو ما ظهما يصنف المضطرفين والمتشدين ويقول لك ها هو الدين كيفاش رغم أن عمرنا بشوفنا في جامعة بربي الصين الصين هي شيء آفرة الصين اللي ما عنده حتى علاقة بالإسلام الصين مش نعطيك بعض القرارات هيئتها الرقبية وإنا جايك نقرأ في حاجة ترجمت ما استطعت منها تقول مما تقول شين هو هذه الوكالة تقول وحذر المسؤولون في الصين من أن بعض القنوات الفضائية في الصينة مش في السعودية في الصين من أن بعض القنوات الفضائية لديها اش بيها؟ أيضا عندها مشاكل مثل التركيز المفرط على الترفيه مش الدعارة نحن عندنا الدعارة هم متقلقين من الترفيه الترفيه ومتعاردة النجوم ستارز شيزين والمضاربة والتي يجب تصحيحها بيش بحزن هذه الصين تقول عليش خايفة خايفة على مجتمعها مشروع المجتمعي من أين تضرب المجتمعات وكيف يمكن أن تهدم بيتك وكذلك كيف يمكن أن تضرب مجتمعا حتى وإن كان مجتمعت فيه كل مقاومات النهضة الاقتصادية والإزدهار المالي وقص على ذلك ثم تقول الوكالة وأختم تقول أن الأوامر التي جاءت في هذا الصدد تقول تحكي على تصحيح وإصلاح يلزم وتقديم المزيد من البرامج عالية الجودة التي توجه التي توجه وتثري الحياة الروحية الصين تحكي على شنوها على الحياة الروحية نحن رمضان متع المشروبات الكحولية متع المخدرات رمضان هو شهر الذي أنزل فيه القرآن يتحول تعرف لماذا يتحول تعرف لماذا يتحول شهر رمضان ما نحبش نقول الكلام اللي قاعد يتقال نحن عندنا مشاهدي رمضان تصفد فيه الشياطين الخلاص للكلمة عكسي مقداد هو أنه كل ما فيه شعرة سيدنا علي يردوه جدل واللي نسبوي وعندك فيه رأي وعندك فيه رأي وهو اجتهاد وهو إبداع لا إبداع شوف ربي ومحمد بيدخلوش في الإبداع يدخلو في سوم الخضرة حرام عليك يتغلي يدخلو في كل شيء أما في كل ما عنده علاقة بالأخلاق وهذا بالأسرة ما تدخلش الدين الدين غادي ما يدخلش البلايساذية ما يدخلش فيه الدين هذا هذا مشروع كامل سنأتي عليه بسياق تحليل المشهد برمتي نمشي في الأصل وسادة مشاهدين فهمين عشنا نحكو المسلسل الذي أثاره جدلا أخيرا هو يمر بالتوازي على قناتنا التونسية حنباع وعلى قناة النهار الجزائرية هذا المسلسل أثاره قلت أنت مسمى الجدل سي الشا الشادلي الشادلي العرفاوي الشادلي العرفاوي اسم عظيم هذا ممثل تونسي اسم عظيم هذا الفاتح الجديد الشادلي العرفاوي نعم فيه برنامج يقول أنه الكلام الذي وصفه بالإباحية والإحائية يقول هذا مشهد كوميدي معروف وكلاسيكي بالنسبة المطلقة التونسي حسب رأيكم إذا كان سي الشادلي شادلي العرفاوي خذ سبحوني خطر مش معروف بسم هذا ربما أنا الثقافتي حاشا أبو الحسن الشادلي تفضل لي تفضل لي الستار هذو ما ما عنديش برشة إلمام بيه من برشة إيه إذا كان سماعي في جزيرة وفضوله وحنا قبلناه لا من عاداتنا متعودين به يعني أحسب رأيك المسألة مسألة تقدير الصلاة السياسية ولا شنين لا ليست مسألة تقدير السياسية وإنما الأمر صار كالتالي هذا المسلسل المرير في الجزائر الشعب الشعب بارك الله في الشعب الجزائري وتحية للشعب الجزائري دون أن أستهين بشعبي ولكن على الأقل في المربع الآلامي وتعطيه مع الآلام نعم هذا الشعب الذي احتلنا لمائة وثلاثين سنة هذا الشعب الذي يعني ظلم وصحق كمان لم تسحق أمة أخرى محتلة بمفهوم الحماية السعيدية نعم نعم ومع ذلك في هذا الشعب الذي احتلنا 130 سنة من فرنسا ما زال في القلب نب وما زال في العقل ما زال هناك حس وما همش لحمة باردة كي من لحمة التونسية لحمة باردة ما تشعرش وما زال عندهم في الوجه حياة وما زال في الوجه ثم ماء وما زال الإنسان يعرق وما زال يحمار وجهه كيف يحشن أجزيرية هؤلاء هم الذين يعني عبروا على الغضب والصغط والأيمة من منابيرهم عبروا على ذلك ونائب في البرلمان توجه لأحد المسؤولين ثم اتخذ هذا القرار وسائل إعلام سيموقدات عشقالت الضبط نعم وسائل إعلام جزائرية قالت هذا ما بثها في المسلسل تقريبا في الحلقة الثالثة متاعه أنا نسمي مش متبعة متاعه مشاهد يتنافى محتوى مع قداسة الشهر الفضيل نعم وتمس بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع الجزائري وسيدنا الشهد لهذا اعتذر بهلي هو والمخرج اعتذره للجزائري نعم نعم أول حاجة الساعة قبل كل شي يعني أنا نقول لثم يكلمة يقول لا تليقوا بيروح الشهر الفضيل الأخلاق الغير مرتبطة بشهر ولا مرتبطة بيوم وإنما ثم أشهر نعمل فيها أعمال صالحة أكثر وعبادة أكثر أما الأخلاق في السوء متاعها في السميك متاعها في الأحد الأدنى متاعها فهي ليست مرتبطة بشهر ولا بأسبوع ولا بلحظة ولا بمكان ولا بأي شي ثم أعتقد بأنه إذا كان القيام متاع الجزائر ترفض فأن في تونس القيام متاعنا أن كان في بالي عن نفس القيام وإذا كان الدين الحنيف في بالي عن نفس الدين اتضحها عن ديانات مختلفة نعم عند الآلاميين ثم ديانات مختلفة وإذا كان كذلك شهر رمضان تزيرية عندهم قداسة لشهر رمضان وهذا جيد مهما كان نأخذه على المحمل الإيجابي فإننا في تونس التضح وكأننا في شهر آخر غير رمضان عنا مخرج عنا واحد كعلاف قال بأنه رمضان من الأفضل أن يكون في شهر ديسمبر بشكل قار حتى باش يرتبط برأس السنة وبالمشروبات الكحولية وبذلك ما نضيعوش الوقت نعيش فرحة رمضان ونعيش فرحة ريفي يوم بعضهم لحظة نعم وكأن هنا ديسمبر نحن عايشين ديسمبر كل رمضان هو ديسمبر مش رمضان بشي في ديسمبر نحن كل شهر رمضان نحوله ديسمبر إلى شهر ديسمبر ولا ترى أنت أي أمه ولا علماء ولا ترى قرآن ولا ترى أي شيء من هذا بالعكس يريد خلونا فهمنا لنا قرآننا ولنا أمورنا هؤلاء يقتحمون بيوتنا وهؤلاء إيشان نوالينا فأنا نقول تحيي للشعب الجزائري تضح اتضح بأنه بأنه الشي اللي ناكلوه نحن بالمغرفة مغرفة بالمغرفة ناكلوه وسيشات اللي تبركلة قادره مسلسل حلو محلا وقال مسلسل حلو محلا اتضح بأن اللي ناكلوه نحن بالمغرفة الجزائريين يعتبروه وسخ وشي مقرف ولا يليق بالطاولة ولا بالعائلة واحد اثنين اتضح بأن كمشة المرتزقة هذوم الحثالة اللي رسكلهم الأعلام وهذه يعتقد عجوبة يعني كلب سوق حشاك لن يكون له أي مستقبل إلا إذا وجد طريقا للآلام في الأعلام قادر أن يرسكل هذه الحثالة ويخلق منها نجم ومؤثر ومقدم برنامج أيضا اثنين الأوباشة ذومة يعتذرون للجزائريين لكن التوانسة كيف يعبروا على رأيهم وعلى رفضهم يولوا متخلفين ويقالوا بأن التوانسة طبعنا نحن مع هذه الأمور عنا عشرة سنين تأكلوا فيه بالمغرفة أبوركم واضحة عودتوا كل شيء عود ومنسجم بالعكس ينقشوا عليكم ولي عندكم هذا الموضوع يحتاج أهتذان للجزائر يعني كيف تعرف قدرت وانسة هذومة النخبة ونخبة المجتمع المجتمع ما يطلع النخبة وهذومة اللي بيش يضويوا على المجتمع هذومة حشاك سمحني يسمحوني لأخوة فريجية وفي كل مكان وهو لفظ عربية فصحة هم يتبولون على ديننا وعلى عائلاتنا وعلى حيائنا وعلى حشمتنا وجعرتنا اللي موجودة عند الجماعة الخمارة عند الجماعة اللي عند جراء حق عام فيهم قدر من الحياة مع عائلاتهم وعلى أبائهم ومع غيرهم هؤلاء التونسي مع كان احترام حتى إذا كان أخطأ وهزيته بنت العنبة في داره يحترم عائلته يحترم بنته نعم وفي الفضائيات العامة فيما بالك بالأعلام يعني في بيوتنا في بيوتنا يعني اليوم اليوم شكرا للجزائر التي تضح بأننا بأننا بشي الشعب التونسي فام روحوا أن هذه الحثالة التي تتبول على عائلتك يا تونسي حشاك هؤلاء يعتذرون من التزيرية أما مشيرة الأخرى قال لك يا رم تزيرية لخاطرة لجيتهم شوك خاطر نزيل وما هو مش بتعاودين على الجراء الجراء على شنوه الجراء على القيم وعلى الأخلاق العالم مقدس والبوليس مقدس والجيش مقدس وكل شي مقدس والرئيس مقدس كل شي مقدس وفي قانون وبنص نعم إلا إلا ربي ومحمد ذوما ذوما قال لك لأنا تجرأنا عليهم وعملنا لأداس وعملنا للجراء متاعنا ونا أزيل ولكن للتزيرية ما هو مش بتعاودين على حاجة أزيل فأنا نعتقد بأنه ما حدث شي جيد جدا لأن لأن الرفض والمناعة الأخلاقية ظهرت اللي موجودة في الجزائر أعطتنا رسالة فمش من نجم ومفيقوا على رواحنا وحتى إن كان مقداد ربما اعتذار سي سمحوني مرة أخرى دي ما مش حافظه هذك اعتذار هذك ربما مرتبط بمسائل مادية مش متاع ربما خايفين على اليورو وعالدولار خايفين على الموسم مش جاي مالا مش يخدموا العام الجاي مالا مش يخدموا العام الجاي وباش يقولو لهم رانا مش نقولوا مش نقولوا أقل أقل أركاكة وأقل أما زودوا ديفيز أما زودوا ديفيز نعم حتى لنظلم التوانسة لكن التوانسة رأهم ثاروا غضبة واحدة ورجعوا للزبلة لإيطاليا كيفاش نهزوا للزبلة لإيطاليا نعم نحن نصديرها نحن نصديرها ولو تدخل اكتب ربي سمحني أدخل على براءة نعم وأدخل على حاجة اسمها توقيف بث اكتبها ذوما في جوجل مباشرة مش تلقاهم بالإنجليز زي أنا شفتهم وبالفرنسية بأن الجزائر رفضت مسلسل تونسي زبلة تونسية زبلة تونسية جاتهم الزيرية قالوا نحن بلي فينا و بلي عنا و بلي كنا لن يزل لي و لم يصل لش المستوى ذات أعتقد أنا بأنه نحن نصدر سمحني رجعنا الزبلة لإيطاليا و ندخلوا الزبلة لعائلاتنا نعم نعم نحن شوف شوف أخي حسين أخي حسين أخذر لي اليوم باش نكونوا واضحين هذه رحمة جاتنا من السماء لأنه لو لم يكن هناك هذا الرفض في الجزائر لصار كلامنا و كأنه كلام مجتر وجماعة متخلفين رافضين نعم متخلفين جماعة و قناة متخلفة والياخت مو فيها متخلفين و متخلفات و ما زالوا عايشين على تشدد و على انغلاق ديني و فكري لكن ما جاء من الجزائر هو يؤكد بأن هذا الشعب الشقيق يقول لنا فيقو و يقول لنا رهم من الناس اللي قاعدين يتعدوا في تلفزكم رهم لا يشريفون رنا ما نشرفوش بهم أما احنا رنا ما ندخلوهمش لديارنا إذا كان واحد يقول لك رني هذا ما ندخلوش لداري أنا شو معناه ما عادش فيك كيف أنت يدخلوا لدارك شو معناه ولدعايله ضهر يعني إذا كان واحد يقول لك أنا رفولين ما ندخلوش لداري ما نقابلوش في داري أصلا ما ندخلوش لداري و ما نقابلوش يعني لو تقابلو أنت في دارك أعتقد بأن يكون موضوع موش تباهي بك واضح نعم ما يلقش بنا لكن هما هذوم المنتوج اللي تنقض فيه سيموقدان هو ما يكثر كان في رمضان في رمضان يتصفض الشياطين هالإنتاجات وفلوس الدنيا والدعم المادي ووزارة الثقافة يكثر كان في سيد رمضان هما رأيتهم ربما ما بش يدخل الفرح قاعدين فردو فينا فردو فينا ايشنو يا حي تتصور أنت غاية متاحة مكة جمعية خيرية هذوم او شكونوا وراهم يا عمليين تتصور أنت من يقف وراء هالمسلسلات وهالدعم بين ظفرين انتع وزارة الثقافة اللي ينصب كان في رمضان تدخلنا الزبلة في المباشر شوف أنت سؤالك يتعلق بالتوقيت أعتقد يعني التوقيت لماذا شهر رمضان من يقف وراء هالإنتاج هذا لا أيضا أيضا الطايمين عنده قيمة كبيرة برشا الطايمين أنا نقول لك أعتقد هو تالي هو في شهر رمضان روح حانية الإنسان يعني حتى اللي هو بعيد شوية والعائلة تنسية يتراجع شوية ويقرب شوية ويبطل برشا حاجات وحتى الإنسان اللي هو بعيد على أمر ربي برشا يقول لك معصية والله لا يعودها وحاشر شهر وإلى آخرية يعني هذا الأدوة هذا الأدنى اللي توفر عنا ما زال عنا من منصوب أخلاقي في مجتمعاتنا أوكي لكن لكن هذا المناخ اللي خلي الشباب أقرب للمساجن والشياطين مصفدة يعني التوانسة والمسلمين هم أقرب ما يكون إلى منطقة التقوى اللي هو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذه التقوى وكلنا عنا مع سينو عنا تقصيرنا وعنا كذا لكن رمضان كفضاء زمني هو المنطقة الأقرب لروح الإنسان المسلم حتى يجد نفسه في حاجة شيعة التقوى نفسه في رمضان نفسه في رمضان نعم كيف يجد نفسه في رمضان متى يشتد الدفاع؟ عندما يشتد الهجوم عندما يشتد الهجوم يشتد الدفاع هكذا يكون هذي قاعدة قاعدة طبيعية فهؤلاء هجومهم يشتد في رمضان هجومهم يشتد لأن الإنسان مناءته تقوى وروحانيته تقوى وهو أقرب لهذا الفضاء قاعد يقترب فهؤلاء يعلمون خاصة اللي رم بلاسون همش موجودين الشياطين مصفدة مصفدة يولوا يعطيه على التران كل ما عندهم علش؟ مئتين في المئة لا مئتين في المئة لأن الرم بلاسون همش موجود الرم بلاسون هو مسلسل في بلاسة أخرى وبالتالي وبالتالي والله هو مضحك والله مضحك جدا وشرر البالية ما يضحك وبالتالي فإن ليلة الإسراء والمعراج تكون أفضل وقت باش نعديه أصفر ستح صحيح ساف الحمام عراية أفضل وقت في العام ثم ثلاثمية وخمسة ستين يوم هناك ليلة واحدة مثلا مش زوز الإسراء والمعراج كم الليلة ليلة واحد الليلة ديكة هي الأنسب على الإطلاق لتمرير هكذا برنامج واضح؟ ثم حتى حتى كنحبوا نعملوا مسلسل تاريخي ويحكي شوي على شخصية تاريخية فإن ما نعملوش بقع المعدنوس دون أن أذكر الأسماء نحن نذكر وحكو على القيمة بقع المعدنوس الذي قاوم عشرات السنين والذي ترك أوروبا ومغرياتها وملاهيها وعاد ليؤسس وليبني الجامعة والعلم ويعطي طلبة وغيره ما نعملوش مسلسل اسمه بقع المعدنوس حتى نشيع الإرادة عند أبنائنا وكيفاش بقع المعدنوس هذا دكتور عظيم وكبير برشة ولكن ما هبطش خشمه بعد ما عدوس لي يعيشه بشرف وما خلاش بلاده البرة ما مشاش يخدم في النازة وقعد في تونس قعد يقاوم ما نعملوش ما نعملوش مسلسل الدخباجي ما نعملوش علي بنغذهم نعملوش ورب نعملوش ورب يصبح شخصية تاريخي وهو قتالوا وصفاحوا به وعليه نغلفه بلابوس أخلاقي ينقول وراه مرضي أمه مرضي أمه وبالتالي يولي الواحد يكلم وليده ويقول وليدي برايج عليك ان شاء الله تجينك ما شورب هكا أمه الأم الأم فرحانة بوليدها شافت تشورب شخصية بارة بأمها فهذا ما يأخذون ما نسموش علي ابن ربي طالب أم نعملو على شورب نعم فهذا العمل قتلي انت شكون وراه نعم هنا أستدعي حادثة تاريخية مهمة جدا جورج بومبيدو الذي كان رئيس كان رئيس حكومة هو مسؤول سامي فرنسي وكان رئيس حكومة من 62 إلى 68 في فرنسا ثم أصبح رئيس دولة حتى عام حتى واشو حتى 74 تقريب في ندوة الصحفية سألوا وهنا عنده علاقة بفرنسا سألوا صحفي قالوا مسيو البرزيدان قالوا احنا ما علاقتنا بتونس وبهذا الدعم الثقافي وهذا المال الذي تمنحه هنا ليش؟ للمشاريع الثقافية لا للجمعيات الخيرية ولا لإفطار رمضان ولا لتزويج العوانس ولا لحفر الأبار للعائلات لي ما عندهاش الماء لدعم الثقاف ولا المرأة الريفية التي يحمي الكاميون وتموت ذلك من كل يهمون لماذا؟ لماذا تخصصون المال لوزارة الثقافة؟ ونحن دولة علمانية لا علاقة قالوا مسيو قالوا انتي مختاق قالوا لا فرانس اي لايك ان فرانس مي ان تونسي حاجة أخرى وبالتالي فإن علمانية فرنسا بالضفرين هي تطبقها في فرنسا معنا نحن عندها مشاريعها استعمالية ومشاريعها نحب نذكرك ونحكيه على الجزائر هو عندي لك شاهد مهم للجزائر عبد الحميد بن بدي صلى الله يرحمه الله يرحمه كان رئيس ومؤسس جمعية العلماء في الجزائر بعد مئة سنة احتلال من عام 1830 العام 1930 تكونت هذه الجمعية فأوفد وهذا مهم لأستاذ المشاهدين فأوفد أربعة أعتقد أو خمسة علماء فرنسا لا يطالبون بالاستقلال كان ذلك عام 1930 كان الاستقلال حاجة بعيدة على الثورة قالوا للفرنسيس قالوا لهم نحبوكم تعطونا بعض الحقوق المدنية يعني التنقل مثلا وتخفيف القيود على المواطن واعطاء بعض الحقوق المدنية الحقوق للجزائري فالفرنسيين قبلوا بكل المطالب قالوا لهم قابلنا بمطالبكم بشرط واحد أن لا يكون هناك علاقة لما بين المرجعية الإسلامية ومجلة الأحوال الشخصية هذه النقطة الأولى ثم الثانية اللغة العربية نواي ولا سبيل إليه يعني أنت تقول دولة جاية تنهب في الثورات في الثروات تقول أنت ما علاقة باللغة العربية أخي اللغة العربية هكذا يقول السطحيون السطحيون الأصفار المدورة متاعنا الناس اللي ما يسواه حتى شايف المجتمع متاعنا يقول لك يا ودي خي شنوه علاقة اللغة العربية بنا أخي يوميش ينهبها بالعربية أو باللونجلي هو أخي أنتك تسرق نعم تسرق بالعربي أو باللونجلي لأن المانع لأن الحصانة الثقافية عند المجتمعات هي مبنية على اللغة والدين وأعتقد ذلك حتى دستورنا في نصه لا في مفعوله في نصه يعتمد الفصل الملاني حبي يضمن اللغة ويضمن الدين يعني الخلاصة هذه مكينات تستشتغل في رمضان مش جمعات خيرية وربما الأولى أنه بإعماد المهدنسين تسائلهم هذما هذما حالين شوانط تعصرف الصحي ويشتغلوا في رمضان لا والله يعرفوا ما يعملوا يا حسين لا والله هما يعرفوا ما يعملوا والله هما يعرفوا ما يعملوا وهما عارفين والناس اللي مراهلين عليهم والأموال اللي يأتي من برا وكل الدعم الموجود لم يعد هناك حاجة لأن نبعثوا الدبابات ونبعثوا الطائرات باش نقتلوا الإنسان يكفي أن نقتل فيها العقل وأن نقتل فيها نعتردوه دايوث وذلك عليش أنت تشوف المسلسلات مركزة تبارك الله الوجبة هي بذان نفس الوجبة الوجبة هي بذان يلزم المرأة ما عندها حتى قلق باش تمشي لدار الراجل على أساس أنه صديقها وتبات يلزم الشاذ يتعدى وبيشكل جيد وفرض روحه في المجتمع وعنده مقبولية وعنده صحب رأي خاصة وعنده مقبولية اجتماعية يلزم المرأة المحافظة ولباسها مستور تتعدى كابون هذيك وقال يقول لك هذيك نعيم الجانية ذاك الدور اللي تخلص عليه الظهر أما الدور الحقيقي اللي تقوم به هو دور آخر من أجل خلق نمط مجتمعي بلاي أنا نقول لك حاجة سمحني هو هناك من عرف الثقافة وهي إحدى التعريفات التي يعني أنا أستطيبوها كثيرا يقول لك الثقافة هي أن تعرف كل شي عن شي يعني أنت مثلا مختص في الإعلامية أنت تعرف كل شي عن الإعلامية وتعرف شي عن كل شي تعرف شيء واحد عن كل شي هذا لحد الأدنى هذا السميق بتعلم هذا الحد الأدنى لو نحن نشوفه مجتمعنا مع علاقته بالثقافة هل ما يقدم في التلفزة هو ثقافة هل هو فن يعني أكبر جريمة وهنا نرجع نعم للكلام قلنا أنه الكلام ملغم كما كلمة جدل اللغم في أنك تسميه فنان اللغم في أنك تسميه فنان اللغم في أنك تسميه فنان ويسموه مهندس قدير ليش كون تتكلم أنت تتقاه لكلمة قدير تتقاه المونان نوردين أكل عزوزة مع كامل أكل عزوزة العزوزة اللي هي تذكرنا بالأم الطقية وتذكرنا بالرمز وتذكرنا في تصويرتها لكن لكن شوف وين حطوها بالضبط أنظر وين حطوها في حاجات يعني أنت أدوار أنا لما استضفتني كنت مضطر حتى أكون أمينا أنا والله من عمري في حياتي لا أتفرج في مسلسل من عمري في حياتي وبحياتي لكن اضطرنت للأمانة حتى أكون في هذا الكرسي تطلع 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 انتداب لبنات عاريات يرقصوا دخلت عليهم واحدة اختارت منهم واحدة حكيت معاها انتدبتها للعمل في كبارين تي حسينة داي راه اسمه براءة براءة راه اسمه براءة هنا وتو نرجعوا شوف يعني السطو على اللفظ شوف استخدام المعاني والرمزي شوف صورة قرآنية ما رأيك أنت ما رأيك أنت لو واحد يحل مرقص ليلي ويسميه مرقص تونس يقبل تقبل توانسة يقبلوش علش ريتل في المقدسة علش ذبحونا حتى أن حسين بن عمر وأمثاله وأنا أعرف ما أقول أصبح تقريبا واللينا شربناه يا حسين أصبح اللي يتكلم في القرآن تابع راشد الغنوشي ريتو ناجيب الشابة انعني ماذا تعرف انت العداء لهذه النخبة ناجيب الشابة رجل يساري كبير عمره واش وثمانين سنة أو ثمانين سنة هذا الرجل يعني يساري معروف تاريخه سياسي يعني ضالي لما حج في عهد بن علي قالوا شابة شبايا أنا ذاك أمير الجماعة متاع الإخوان المسلمين واضح؟ الآن لمجرد ببعض المواقف السياسية ولا نجيب يعني أنت أنت تحكي اليوم الإعلام هو الذي يصنفك الإعلام هو اللي يقول لك هاو دينك أنت متطرف أنت متشدد أنت يعطيك تيقة يعطيك تيقة يعني هي الآن هكذ هر تضحها سيامة هذية الكسوري 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 أنا أذكر اسمها على ذكره نعم صارحة قالت للمبعوط الخاصة الفرنسي نعم 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 كبال نعم التطرف قمة التطرف اسمح لي في فرنسا في الدور الثاني نحن 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 نقول لقد تأخرنا نحن كثير نعم في أن نكون واضحين في خوضي في تعريتي هؤلاء في مجابهتهم وفي فضحهم وأسفي ولوعتي وحشمتي كبار برشا على ما فرطنا في جنبي قنوات كانت قنوات كانت قنوات ناشئة وجديدة وشباب وشباب تابع الحل ذلك لجرنا السؤال نعم عن المسؤول يا أستاذ مقداد عما سرنا إليه اخطأنا من الهيكالي واضح الهيكال بارتي بتاعها واضح الهيكال بارتي بتاعها واضح الهيكال مقبل الهيكال هي الهيكال هي 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 انظر الهيئات كلها تحلت هي الهيكال رغم أن دورها انتهى رغم أنها كلها مولودة من رحم دستور واحد نعم فالرحم هدايا الكاس هذا نصب منه نفس الكأس فنقول هذا طهر ونقول هذا خبيث هدايا المفهومة من قيس السعيد للطهورية السعيدية سي حسين نعم 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 وهؤلاء لا ترى هم في مسجد هؤلاء ضد المساجد ضد الكتي تتيب هذه العصابة القليلة الصغيرة ولكن استطاعت أن تنفذ برنامجها سبح شوفناها في المساجد نقصد في البحات المساجد في الآيام الأخيرة هاو شوفناهم يتابعوا في المساجد في السيسم هو انتهى أعتقد آخر حلقة وفاتحة نعم من متابعة هاو يتابعوا في الغنوش آه 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 في الباحة الخارجية نعم ما هو شوف يجي نقلك لهنا أنا لما سمعت بأن الغنوشي تم إخراجه من المسجد حاجة من هذا القبيل أنا فرحت قلت المسجد تعبى بهؤلاء الصفلول والثاني والثالث وكيما يبقاش مكان رشد الغنوشي ما نشبش ندخله بالسيف للصفلولاني يصلي في الصحن ويصلي في الصحن وتحامل مسؤوليتي ليوصل المؤخر يصلي البرة وله لكن هؤلاء اتضح بأنه ما عندهمش الرجولية وما يسمعوش بها في أنهم يمشوا الرشد الغنوشي عنده مجتمع بمبعوثي الاتحاد الأوروبي ويعبروا على موقفهم أنا ذاكي هو موقفهم سياسي ولسا في الفرنسي اتضح ربي قاعد يفضح فيهم بأن عداءهم لله ولرسول نعرف لك لماذا ذا سعيد ولكن أنا شرف لي وهو أدنى المسؤولية في أن يقول لك لماذا ذا تعرف ليش فما كيفش قال فمن أظلموا ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها هذوما هذوما مشاوا بش يعملوا لنا بروفا بش الآية تكتب عليهم هما بش تلسق الآية عليهم هما هذوما وزادا قال لك السؤال قال لك من أظلم يعني لا يوجد أظلم وظلام مثل هذه الشرذمة التي تلاحق شيخا قالوا له أنا سيب السياسة أو لا؟ قالوا له سيب السياسة أو توب الربي ومشي للجامعة سيناج الزعيري ذلك سيناج الزعيري سيناج الزعيري بالمناسبة ببرك الله فيك ذكرتني فيه أنا سمعته في أحد القنوات أيه يعني رأيه هو عبر عمو فوق يتكلم والله يشوف ايجا نقول لك لو نحنا لسنا هنا موجودين اشنو رأيه؟ هو عبر رأيه أنا رأيي ننصح لغنوشي لا لم يقول ذلك هو ربط حادثة الاعتداء على هذا المواطن التونسي الذي من حقه أن يصلي هناك قالوا يصلي بحضة دارو نعم يصلي بحضة دارو ولكن بإمكانك أنك تشرب الخمر في الحمامات وتناجي تحب تشرب الخمر وتناجي بتمشي لسوسة أما في الصلاة في الحوالي صلي قريب ليك مش تهني مريتك مش على الأقل حتى لو مرأة تبدأ فرحانة عارفتك وين أنت وتخرش من حومة ما تخرش من حومة ناجي زعيري سماعت إليه سي حسين يقول مما يقول بأنه وهنا خطيرة جداً لكي تعرف الدور القذر يقول بأنه الرجل ذايا قالوا له جماعة سيب السياسة قالوا له فوقك أختاك شدارك فيما معناه قالوا له لقد أديت دوراً أنتهى أمرك يا شيخ أختانه وشد لكن اليوم هو مفهمش روحه وهاي الرسالة شوف يعني لو أعملها واحد آخر أمام حانة لأصبح تحريضاً لأصبحت جريمة وراجبنا فصل السادس شوف وارتباط عظوي ما بين حياته السياسية التي فشل أو نجح فيها هذا موضوع تقديره الناخب من خلال سندق الاقتراع وحزبه من خلال المؤتمرات متاعه وانتخاباتهم أما أنك تربطوا بعصابة ناس اتعدل أوقاتها على المغرب وعلى الصحور هؤلاء يعدلون ساعاتهم على رشد الغنوشي أين موجود حتى باش نمشوا نطردوه هو وين الليلة سمحني نعم فهنا جامع زمان الليلة الليلة اسألنا جي زيلة اسألنا جي زيلة الله يهديك تسلم الله يهديك خلينا نرجع الموضوع الله يهديك تسلم وين الباسؤولية الأخلاقية خلال فصل الأول من خلال دستور وين هذا؟ هو ما زال؟ الفصل الأول من خلال دستور موسيد رئيس الجمهورية قالنا حين الفصول سكرنا تيندا تيندا موسيد برزوقي في شهادة سابقة لنا قال عام 1994 وقت عمله على انقلاب سي الشماري هبط التيندا متعراب تهبطها سكرنا هو رئيس الجمهورية قالنا سكرنا الدستور خلنا فصل الأول الثاني لكن فصل الأول هو موجود هذا فيه دولة موسي الموكد نعم ثم واحد من فقهاء القانون الدستوري نعم قال كلمة جميلة جدا قال هناك دستور يكتب على الورق نعم وهناك دستور آخر يخط على الأرض يرسمه الساسة هنا نحن في انقلاب بعد انتخابات نعم وكلما فازت جهة معينة إلا وذهبنا إما لحوار وطني أو لاغتيالات أو لأي حل آخر من شأنها أن يقطع الطريق أمامه التمشي وفق دستوره ونصوصه ورغم أن دستور هذا أنا بدي عندي عليه كثير من التحافظات وما يمثلنيش لكن في لحظة معينة هو مثلا حالته إجماعا وطني ونصوذوكم اللي عمل دستور انتخبه من الشعب متين نايب من جميلة ٢١١١ اي اي لهنا بشتفهم أن معنى الدستور وبرك الله فيك على السؤال أخي حسين أن معنى الدستور الذي يخط على الورقة لا معنى له على الأرض ليكون نفس الدستور هناك دستور قلنا على الورقة يكتب وهناك دستور يكتب على على الورقة نعم واحد على الورقة والآخر على الأرض بش يكونوا الزوز نفس الدستير هما ذوكم لابد من شعب يقيد ولابد من نخب فيها قدر معين من النزاهة عندما تجب النزاهة ويجب التحلي بقدر من الإنصاف لابد من مجتمع في قدر من المناعة الثقافية اللي تنجم تخليه اليوم مثلا شوفنا الجزائر يعني هذا الشعب كما قلت لك اللي صار معاه من تغريد وتشريد وقتل ومحاولة يعني نعم فصله عن هويته وعن لغته وعن دينته وعن دينه كما قلت لك ومع ذلك ما زالت في قدر من المناعة شوف المناعة شنوها عملت المناعة فرضت أمرا جديدا أن النص أن المسلسل الذي مرر وفق الدستور مرر صح أو لا؟ طبعا هو بيدو رفض وفق الدستور يعني دستور الأرض غالب دستور الكتاب ودستور الحبر ليش؟ لأن هناك نخب وهناك شعب يقض ورافض قالها سابقا الأستاذ لميل بوعزيزو هنا في الوطوات الزيتونة قال إن الدستير لا تحمي الشعوب إذا كان ما تمش قوات تسند هذه الشعوب نعم أنه خب مثقفة أنك تدرس الدستور في بعض الأقسام وتطلو عليك في المباشر قناوات تنفاذية في المباشرة يأتي وقت الصحور كما نقول سي مغداد سب عليك بالمغارفة تشربها وانت تضحك هنا الفرق الكبير أحكينا وقلنا المسؤولية ببار الهايكا ودستور وين جامعة الزيتونة وهنا سلوخة جميل يخيهم الإسلامي المرعدة وكاية تروسية جميل جميل جدا جميل جدا أنا نقول لك يعني إذا كان الأستاذة اللي قروا في جامعة الزيتونة والأي مراني لما نتكلم هكا صحيح نعمم دائما ونستثني نعم الناس اللي عندها مواقف رافضة أو أصدرت بيانات أو متعرضة للتنكيل أو مضيق عليها في مجال نشاطها وفعلها الأكاديمي والميداني طبعا دائما نستثني نحن هؤلاء نعم لكن في المجمل أقول طبعا وانت ما نشق علينا نشوفه بصراحة في الرفض يعني نحن لا نرى رفضا واضحا للمبيقات اللي موجودة في رمضان يشربوا فيها يعني نعم أنا أقول للي قريه في جامعة الزيتونة وللساذة والمعلمين المعلم اللي قري بش يربي يربي عام كامل يجي مسلسل في شهر رمضان الفضيل في وحدة تقري في بنية تتعلم فيها كيفاش تخدم في مرقص ليلي وتصنف لها الرجال ثلاثة أنواع وتقولها مستقبلك مع الله ما جاء إذا المعلم والمدرسة تبني الأجيال وتدرس والتلامذة والمعلمين على المطورات في الأرياض وكراها بتهز وتجيب وفي الأخر وفي الأخر هذه دراسة أكاديمية موجودة بأن في قولبة المجتمع وفي صناعة المجتمع ما الذي واحد يسأل سؤال قال ما الذي يجعل لباسا فاضحا اليوم يجعله بعد خمس سنوات المرأة تخدم به في البنكة ما الذي يجعل جلسة متاع مرأة ما عندهش علاقة بالأداب العامة ما الذي يجعل منها جلسة مقبولة قدام الرجال وفي الفضاءات المفتوحة هو الإعلام فهذه الدراسة تقول تقول بأن المؤثر الأكبر في المجتمعات وفي قولبة المجتمع وفي صناعة المجتمع وفي تغيير قيم المجتمع هو الإعلام الجديد نيو ميديا نيو ميديا بالسوشيال ميديا بالموجود بالتلافذ بالإذاعات بغيره الإعلام الشامل بمفهومه الشامل شوف نحن اليوم اتضح اليوم أن اللي عمله معلم يقرره في عشرة سنوات وست سنوات مسلسل لأن في هذه الدراسة المدرسة تجي بعيدة جدا على الإعلام وتحتها تجي العائلة وتحت العائلة يجي المسجد يعني هذا الترتيب قريته أنا الهرم جديد نعم فأنت هذا السلاح النووي نووي نووي تعرف نووي؟ لماذا تم هيئة واحدة ما تماش هيئات دولية تراقب البرجان كيف ينتشر والحلزون كيف ينتشر لكن تم هيئة دولية تراقب النووي كيف ينتشر كذلك في تونس وفي العالم هناك هيئة تشرف على الإعلام وخاصة في تونس هكا ما يعطيش لللي يجي القناة هكا ملع خطر أنت من نجمش نعطيك النووي خطر أنت النووي باش تستخدموا لأغراض سلمية نحن حشتنا لأغراض متاع دعارة نحن حشتنا لأغراض متاع الهدفة المجتمع إنهم قومين تتطهارون بعد معين ذلك الهايكا متاعنا هي هانز بليكس اللي كان يلوج على النووي الكيميوي في العراق هم طبعا هم يخصون جماعاتهم وما يلوجوا على النووي إلا في الزيتونة ما يلوجوا على النووي إلا في ذاعة القرآن الكريم إلا قناة الإنسان بالنسبة القنوات الأخرى هي تبعتهم ولذلك حابت نقول لك جوابنا على سؤالك أن المعلمين والأساذة اللي يأكلوا فيه بالمغارفة ويتفرجوا في المسلسلات نحن والله والله وهذا ليس رأي هذا قسم قاعد نقول فيه لن يكون لنا مستقبل إلا إذا تحرك المعلم والأستاذ واللي قري في جامعة الزيتونة والإمام والناس اللي مزلنا نلقاه فيها ملخير اللي هم أكثر ناس على مجال المال ومجال البيعان واللي أكثر ناس شاربين من معين الأخلاق هؤلاء يتحركوا داخل فقط إذا هؤلاء لم يتحولوا من حائلات حاليا كائنات تجري على كروشها ويجيبوا الأولاد ويقريوهم ويخدموا كذا وفي الأخر يتفرجوا على سنشيال نعم أولاد الفهري إذا كان هؤلاء لا يتحولون إلى ضمير إلى قوة رفض إلى قوة مناعة نعم فاعلم أنه بعد ذلك لا يهم أنه بعد ذلك لا يهم طعم مقدد السؤال فعلا إذن خطر إحنا إطرحنا من زوجة نظر الإعلامية لكن فعلا الموضوع يهم أهل الاختصاص تم دراما تم نسمي مختصين إن شاء الله مغيبين أهل المسرح نجحين وحتى لا نظلم بعض الأعمال على الأقل من خلال متابعات الزمالية الصحافين مسلسل الحرقة في الوطنية السناء الوطنية طرح موجهة نظر محترمة جدا مسلسلة أخرى لأسف شديد السؤالنا هو لماذا تظل الدراما تسيطر على جانب كبير منها مافيا الفساد والإفساد والرداء في تناول قضايا بالوضاع والسطحية في بنية الحوار والسيناريو وفي تشكيل عقدة درامية طوال الآن تمام مسلسل عند بدي الفهري هذا متاع زوجته عرفي مه يعني اللي هيقول للمخداد مه احنا حكينا على تقرير متاع الوزارة الخارجية الأمريكية الأخيرة مه اللي هو خاص بأفريقيا وشرق الأوسط خصت جانب تونس وحتى باشلتن بوست رئيسٌ وسيطر على كل السلوات الزوج هذا ما نحكوش عليه يعني كل السلطات تعدل الزوجات في تونس موجود في السلطة انت حر تعمل تعدل الزوجات في السلطة القضائية والتأسيسية والتنفيذية وقضايا كل منك حتى مش مثلا ثلاثة وربعة حتى خمسة بساتش موجود شوف أما نطر حمساتك زواج عرفي زواج عرف في تونس بمعنى خلوا القضايا الحقيقية ويمشي ودد فيه يخلي الناس كل تتفرج في المباشة وعن بها ربكم تبع فيه مستدسي زواج عرفي هذا شنو إنارة الرأي العام نعم أنت هذا السؤال يعني يأخذنا مباشرة خارج تونس نعم وهنا الدور الجيد اللي ناجح فيه هذا هذا الأعلام الدعاري الزمن ديه من قوله لك لا ماذا يوم من ملوش منه من حشموش به ونقوله لنا تأخرنا في أن نقول ذلك تأخرنا في أن نواجه هذه الموجات التي التي تضرب وتقصف العائلة في العمق يعني اليوم اليوم هذه المشاريع الهدامة فلسطين وما يجري في القدس وما يجري في الجامعة الأقصى اليوم تحديدا المسجد الأقصى يعني في نص رمضان الغاز والسحل والقتل هذه غادة أختك غادة وأختي وأخت اللي تفرجوا فينا القراب والبعاد غادة اللي هي عندها عين ما تشوفش بها وأرمل عندها زوجها الأردن يتوفى عنده عام وعندها ستة أطفال هذه المرأة التي تربي الرجال والأطفال تردهم رجال وهذه المرأة التي تأخذ يعني الأمانة بعد ما يستشهدوا الفلسطينيين واللي تعرفوا الرجال أغلبهم موجودين في السجون ويتداولون ويتناوبون على السجون المرأة اللي تأخذ كل هذه الأعباء وتقتل بدمين بارد هي وامرأة أخرى وفتيين منا 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 من بيت لحم لكن الإعلام الإعلام التونسي لتحكي علي سيحسين هو لا هو لا يغطي أي شيء هو هو موضوعه اليوم الزواج العرفي نعم هو مقلق الزواج العرفي مش مقلقوا عن آلاف البناتنا في الخليج هو مش مقلقوا دور الخناء هو مش مقلقتوا لي زبارتو مولي موجودين في عدد أماكن نعم نعم هو يقلقوا كل ما عنده علاقة بإحاءات دينية حتى وإن كان حتى وإن كان هو لا علاقة له بالدين زواج سري ما عندهش علاقة بالدين يكفي أن يكون عنده إحاء ديني هذا هو يصبح موضوعنا طبعاً ولذلك أنت أنا نسألك هالناس اللي يسمون فيها منه خب نعم ما علاقتهم بالقضية الفلسطينية؟ باهي الإسلام في تونس عنده علاقة بالغنوشي مشكلة والقرآن عنده هبط في المون بليزير في تونس باهي ما هبطش في غير حراع باهي باهي أين القضية الفلسطينية يا سفلة؟ نعم أين القضية الفلسطينية؟ أين المرأة الفلسطينية؟ أين المرأة الفلسطينية؟ وخيانة العظمى أين الأقصى؟ أين الخيانة العظمى؟ وين القضايا هذه هؤلاء لا يأكلون إلا من الزبلة؟ والزبلة التي يحددها السفير الأجنبي هو اللي يقول لهم نقول لك حاجة قضية سيداو، اتفاقية سيداو نعم لماذا لا تكون هناك أعمال فنية وثقافية ودراما تناقش اتفاقية سيد سيداو؟ هؤلاء كيف يقول لك؟ يعني المشرب واحد والمأكل واحد والمبيت واحد أي حاجة فيها طرف اللحية أي حاجة نعم ولذلك لا يوجد إلا إرهاب ملتحد كي يبدأ حليق من قولوش بردي فو بردي فو من قولوش بردي فو الورديناتور ما يكتبش حليق لكن كي تبدأ ثم اللحية يطلع معه يطلع معه الإرهاب يطلع معه وكل حاجة فيها إعاءات دينية أي نعم حتى وإن كان الواقع لا يتحدث في هذا الصورة لو ممكن نشاهدوها صورة الأخت الفلسطينية نعم نحاول نمررها الإشكال هو فعلا أنه سيطرت هذه اللوبيات مافيا الإقطاعية للثقافة ما زالت تحتكر 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 مصادر التمويل إنتاج الدرامي الصورة من الأخت الفلسطينية كان نحكي عليها الآن أخونا مقداد نمرروها وهي لأسف شديد يعني نعم في انتظار ذلك قبل أننا مر إلى ما تبقى من حلقة ناس المقداد والحديث كم تبقى سيحو 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 ذو شجون ما زالتنا ربع ساعة تقريباً إحنا مفتحين الحمد لله ما نسي شيئاً لها أنا نقوم مع التواسع ما زالت لدينا ركن خبر و تعليق لكي نعلقوا على بعض الأخبار لعل يكون لكم فيها رأي إن كانت جاهزة الصورة يلا نمشي الخبر و تعليق دعونا نخرج الخبر و تعليق نخرج الخبر و تعليق هذا ممكن يعني في النهاية ياسي مقداد حتى نعم خبر و تعليق يلا خبر و تعليق إذن الخبر الأول الساعة خلينا نمشي الساعة البارحة مقداد زميلتنا زميلتنا شهرها زاد عكاشا نعم قررت نيابة العمومية وكيل الجمهورية بريانة لا احتفاظ بها اليوم واقع تحريرها طالما أن الأمر مخالف مرسومي يوم 15 مرة تكتب على وسائل تواصل اجتماعي مرسومي يوم 15 يحكم فيها و ليس تحكم فيها مجال الاتصالات و كذلك وقع على إطلاق صراحة عماد إدغيج الذي وقفه السجنة منذ 14 جانبي نعم عماد إدغيج أنهى محكوميته نعم ونهنئه بهذا الصراح و هذه العبرة اللي نخذوها نخذوها أنه لحال يدوم او شي واثنين بأنه في اللخر في اللخر نحكو 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 على الناس على موقفهم نعم تصويرها 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 نعم نقعدوا مع موضوع شهر الزاد شهر الزاد واضح جدا أن الإنقلاب في ارتباك شديد واضح جدا أنه أو شيء الرسالة الأولى أن الإنقلاب في ارتباك نعم أن مكينة الإنقلاب معطبة أنها لا تسير في اتجاه واحد وهو ما نعطيك من الطرافة نعم السيد المشاهدين يتبعوا تصويرها هذين نعم أن الإنقلاب لا يسير في اتجاه واحد أو يسير ولا يسير نعم يعني اتحاد الشغل قال الحوار لم يبدأ الحوار انطلق قال لم ينطلق وأيه والزكراوي الذكراوي اللي كان زعمل من لول باش يقول لنا حاشا أن يكون هذا عبد هذا ملك الكريم على سيكاي سيسعيد نعم السيد زكراوي اليوم قال الحوار لم ينطلق نعم بينما من الشينا الأخرى عميد الموحمين يطل سيبودر بيله من الشباك سيب العميد يلقى الحوار انطلق يعني أنا تصويره سخيفة ومضحكة جداً وكأنه قطار في ززروس قطار الجماعة من تالي يتلفتوا يلقاوا فاجونة واقفة فهو صادقين قالوا الحوار لم ينطلق الطرف القدامي انطلق وبالتالي قالوا انطلق يعني الراس تفكك يعني الانقلاب الانقلاب التصويره حسب هذا الوصف المشهدي الانقلاب متفكك ومرتبك والسادة القضاة الحمد لله تونس لن تكون مصر تونس لن تكون مصر تونس وقضاء تونس لن يكون قضاء مصر بدليل ان الانقلاب لم ينجح لان هناك قواء رافضة واتطبق في القانون في القضاء وقواء رافضة موجودة في البوليس وقاعدة تطبق في القانون وفي عدة دعاء اخرى لذلك المكينة مع الطلق الخبر الثاني سيدة وزيرة الطاقة تعليقاً على الزيادة في المحروقات عائلة تونسيين احكام استعمال السيارات الخاص بوزير الطاقة ونصحة التوانسة لعائلة التوانسة ماذا بيكون انشوفوا السيارة واحدة وكأن العائلة التونسية عندها خمسة سيارات من العادات هؤلاء مساكين هؤلاء يعني كهما كارهم يعوضوا السيارة بالمركب الفضائي لان هؤلاء يعيشون في فضاءات اخرى وين تعمل المجلس النواب الشعب وتعمل في الفضاء هذو ما يحكوا على واقع اخر ومساكين ما همش فاهمين الواقع ذا ولعلها من الحاجات المضحكات البوبكيات امرأة من كندا امرأة من كندا يا مدام زهرة تبعثلي تصاور هي وزوجها على السميد والفارينة يا حكومة الهانة يا رقود الجبانة يا انتم يا مدام بودن يا تاعبة يلي تسخفي يا حالتك حليلة يلي مسكينك كيف جيء بكي شنو دعوة الشر اللي وراك اللي جيتي في الموقف المذل المهين لا جملة ولا كلمة ولا حضور ولا رأي نعم صنفوها حسب الحصائيات متاع الخضروني وكذلك سي شاد اي لا الحصائيات الخضروني انها من اكثر الشخصيات الشخصيات الفعلة 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 ممكن للصبات كيف تريد تمشي الصبات هي ذاك الفعلة من حيث هذا المبنى تظهر الواثقة وثابت اما الكلام بتاع مدام ما شاء الله ما شاء الله مدام مسكينها كأنها تلميذة في روضة مرتبكة جديدة تحب تقول دولة المرأة من كندا بعثتلي تصاور السميد والفارينة متوفرين اللي يحب يشريهم نعم يمشي الكندا في الكيباك موجودين كميات كبيرة وقاعدة توصل شحنات الآن تخرج عن الصور وصلتني اليوم قاعدة توصل الصور هذه الفارينة متاعنا وهذه السميدة متاعنا يتوزن قلها مرأة والموضوع متاع السيارات هذي اسمه حاجة هكا عندها تسمية المشاركة والمقاسمة متاع سيارة متاع عربة خبزة من الناس كلما ذو مرأة بتاع الدول الأخرى خليكم في المرمية وإن شاء الله تلقاوا شوي سميد الشعبكم قبل ما يخرج عليكم بالحجاب هاو الخبر الثاني خلينا في شعبنا فعلا رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك الصلاة المشوية مستلازمة في رمضها وش معاداتنا كيفاش؟ أفجأتني بهذه العناموية أه حسين أصلاة المشوية وش معاداتنا وزيد الزيتونة زيادة قال وكذلك زيد الزيتونة عاداتنا شاد لي وجمعهم عاداتنا 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 هي عاداتنا واضحة في رمضان لكن لنا الأمل كل الأمل بعيداً عن الرجم ولا عن المستقبل لنا عن المستقبل سنكون إن شاء الله ضمائر موجودة ومثلما هذه القناة تكابل وهاي موجودة وقاعدة تبلغ في صوتها بحول الله عز وجل ولهنان حباً بشرك حتى تكون واثق مما تعمل وزملائك في الرجي وخارجه في أماكن أخرى وفي قنوات ربما مشابهة يكونوا واثقين مما يعملون أدخلوا على تعليقات التوانسة اللي يتفرجوا في الموبقات هم فاسدون ربما في الضوغ لكن في العمق العمق الطبيعة تقبل فراغ هم سيقوا إلى هناك لأنهم لا يجدوا المنتج المحترم وبالتالي نحب أن نقول لك باشتثق أكثر فيما تقدمه وما نقدمه سواء على فيسبوك أو عبر هذا المنبر هو أن أقرأ التعليقات سترى المزاج العام بأنه يرفض هؤلاء ويعتبرهم مشابهون في حتى شيء نعم الخبر الموالي سيوغداد هو في الحقيقة قديم نوعاً ما لكن من حقنا أن نستفسر أين قالت تلك القضايا نفق تحت مقر إقامة استفيد فرنسي وهذا تعليق وزارة الداخلية وين الأخبار هذهك سيوغداد ما أسمعنا أولاً بتسميم السيد الرئيس الجمهورية في الخبز مش من حقنا كانت وانسا مش من نصلح مش سلامة الرئيس الجمهورية تهمنا حاجتياً سيوغداد نعم يأما لخبار وقت حابوا يغمونا بها وإلا وين مع القضايا هات نعم هو الفرصة لنشكر قيسة سعي نشكره 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 قيسة سعي لأنه كان بالإمكان نعم أن تجتمع كل هذه الأوهام وكل هذه السقطات وكل هذه النكسات وكل هذه الجرائم من اختطاف وترويع وكل المخالفات وكل ما حيق بتونس في ستة شهور كان ينجم يكون يعبي فضاء بتاع عشرين سنة ديكتاتورية والله والله ما نشمش نقارن طبعاً خطر لهنا السياقات تختلف نعم والمراكمة عندها قيمة ولا يمكنه أن تستدعي الذاكرة أن نقارنوه بالطاغية بن علي في التكتير والمجزرة والسلغ وكذا لا نحكي على السياق حتى وإن كان ياسي مخداد نعم نحن نعتمدوش لا فقط نعم نعتمد تقرير الدولية الأخيرة وإن افتتاحية الواشنطن بوست تقول إن السعي لا يستمع ورهو ماشي في اتجاه الضضيق أكثر على التونسيين نعم نعم وهذا تقرير كذلك الكريست جروب نعم نعم هذه منظمة الدولية نتمنى نعم نصل إلى تلك الوضعية نعم لكن هذه التقارير شوف الفرق بين الوهم والحقيقة شكراً الحمد لله لأن الزمن كيمياء الزمن وحدها كفيلة لتعري نعم الوهم ستعلم حين ينجلي الغبارو أفرس هذا الذي أمامك أم حمارو أم حمارو برك الله فيه اليوم خويا الوهم والحقيقة قالوا إن الحديد فيه بأس شديد وراه مش موجود لا في تونس ولا في باب جديد قال لك على خاطر الجماعة يحتكيرونه نعم فقالت الحقيقة لأن تجميد الأسعار وعنده علاقة هذا بالسيركويت دولي كله نعم هو السبب وراء ارتفاع الأسعار وليس الاحتكار وقالوا أن السيسم السميد والدواء الدواء ما هوش موجود قالوا الوهم قالوا الدواء ما هوش موجود واتضح بأن الدواء لم يؤت به من الخارج لأن الدولة فالسة وما عندهاش سيولة ما عندهاش ما عندهاش ما عندهاش ديفيز ما عندهاش ديفيز وقالوا بأن هناك حفرة وراءها شر عظيم للسفير نعم ومشالها السيد الرئيس واتضحت بأنها مجرد حفرة وتسوات في نهارها وما عندها حتى علاقة بأي شيء كان وقالوا بأننا نحن شعب كريم فهمت الله وعن السيادة الوطنية فهمت الله قالوا بأننا نحن لا نستجدي هؤلاء البرة ولا نؤمن بأمي سنافة فقالت الحقيقة إن مدام بودن تستجدي 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 فرأينا المهانة ورأينا امرأة وزيرة وزيرة لا تتشرف بأن تضع يدها على كأنها على المصحف كتحط يدها مثل لا تتشرف بأن تغطي رأسها حياء من الرحمن فقط واحتراما فقط عندما تجلس ذليلة منكسة أمام بو كاشتا بو سفير دول أجلبي سفير دول أجلبي تلبس نعم يعني تنشي قابل سفير دول أجلبي في دول أجلبي تلبس الفلارة نعم أما إن على المصحف لا أما بو كاشتا خط الكاشتا هي تشرفنا أما الكاشتا متاع الجرائب متاع الخاشقزي نعم هذهكة نجلس أمامها ونحن ونعطي للظل كارو من أجل دولارو من أجل دولارو من أجل دولارو من أجل دولارو الخبر الأخير سامي عمرو طهر مش سامي طهر نعم سامي طهر يقول اتحاد رغم شهاد الصحيح لن يسمح برفع الدعم على المواد الاستهلاكية لكن كل يوم كل جمعة تقريبا هونزيدوا في المحروقات هي شنوها رحم الله الباجي قائد السبسي الذي دخل عليه رجل دخل عليه رجل صديق فلقى بحدها رئيس اتحاد قديم اتحاد رئيس اتحاد الله يرحمه الله يرحمه فقال له هني كنت معتي في فيستاكا قالوا هاي الملفات الموجودة فالبد الاتحاد ولا تكرمان رديء الاصلي تظلمه واغلظ عليه يأتيك طوعا واذعانا ان الحديد لتزيل النار قوته ولو سكبت عليه ماء البحر محنى الاتحاد يفهم قيس خطري قيس عنده ملفاته اما ما تفهموش الحكومات المرتبكة الحكومات اللي في بالها تحب تعمل حكم جديد مبني على الأخلاق وعلى الأخلاق وعلى التشارك مع الثعبان صنعت منه مكينة حقيقية لكن تقول مكينة معطلة تم البريريم طيحة الملفات موجودة 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 الملفات هنة قيس السعيد وكلون صحة لك شكرا المقدان شكرا جزيلا شكرا لجمهورنا ولمشاهدي قناة الزيتون في هذه الصهرة الرمضانية نلتقي إن شاء الله بداية الأسبوع القادم نذكر الفريق الفني والتقني الذي أمن هذا اللقاء المباشر واصلوا شاهدوا البرامج التونسية فقط أخطاكم سيشيال ليلة سعيدة الله ينهوركم اشتركوا في القناة